هاي، 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 حرج قلت جملة مهمة جداً لازم أروح بيها لدكتر أب منعم فكرة المدى المتوسط والبعيد الناس مثلاً، الناس مثلاً بعض الناس بتقول ده البريكس هيوجه ضربة قاسمة للدولار وإن الدولار كعملة أصبحت مهددة أمام تجمع البريكس في بعض الناس بتهول وبعض الناس بتهول إحنا عايزين نرى الرأي العلمي المنطقي فين؟ طيب، هو بداية أنه مجموعة البريكس أو التحالف وتكتل البريكس هو بيشتغل على أنه يقلل هيمنة الدولار طبعاً وأن يكون هناك تبادل تجارب بدول بعيداً عن لغات المتحدة الأمريكية سيطرت وهيمانة لغات المتحدة الأمريكية تقل وتنخفض وبالتالي التعامل إما بالعملات المحلية وكان هناك حديث وحديث قوي أنه هناك هيكون هناك عملة موحدة لدول البريكس مقومة بالذهب لكن فكرة أنه يكون ده يعني انهيار لقيمة الدولار بسبب البريكس لا طبعاً أولاً البريكس أنشئ 2006 وانضمت إليه الجنوب أفريكا في 2010 يعني بنكلم في 17 سنة تقريباً لا تستطيع هذه الدول المكونة عليه على أسهم الصين وروسيا ودول الكبريات الاقتصاديات الموجودة حالياً في البريكس سواء كان القديم أو الجديد أنها تساعد في النهاية الدولار الفجائي ولكن بوجود دولتين نفطياتين طبعاً زي السعودية والإمارات قد يكون ده عامل طبعاً وده اللي تم لأننا الصين عملت اتفاقية مع السعودية اللي هو بيترو إيوان بدل بيترو دولار ويكون هناك التعامل بي الإيوان لمقابل النفط بدل من الدولار وده سكة تانية لكن أنه آه هيساعد على انهيار الدولار وهيساعد على انخفاض قيمة الدولار والدولار في حد ذاته منذ 2019 و2020 وبعد الأزمات الاقتصادية العالمية سواء كانت أزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الحرب روسية الإيقرانية بدأ يضعف ويمكن فكرة النهار ده اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية للفياسات التشديدية وزيادة سعر الفايدة ده محاولة أن يكون هناك زيادة على الطلب على الدولار لكن النهار ده لو الدولار نهار فجائيا أكثر دول تتهزمين الصين الصين بتملك 2.4 تريليون دولار احتياطي من مكون الاحتياط لديه وبالتالي آه هيساعد لكن مش هيساعد بين ليلة وروحة وبالتالي فضل وبالتالي هذه الدول بتعمل على أن يكون هناك تقويد تغفيد تقليل هيمنة وسيطرة الدولار عايدة تعامل مع إخوات الأشقاء واللي هما الدول الصديقة والدول تعتبر ذات الأسواق الناشئة أنها تتعامل مع بعضها البعض بعيدا عن فكرة الدولار يعني هل أقدر مثلا مصر خلاص ملينار في البريكس والبرازيل عضو مؤسس في البريكس أقدر أستورد لحمة من البرازيل بالجنيه مثلا هل أقدر أن أنا أستخدم مكونات إنتاج من الصين ولا من روسيا أعضاء البريكس بالجنيه مثلا قدام الروبل هيتم بس مش هيتم من يوم 1-1-2014 لكن هيتم هو الفكرة التعامل بالعملات المحلية والوطنية دي الناس بس فهمنا بكرة الصبح أطلع الجنيه بتاعي أروح البريكس أشتري به علبة سجاي ناس بدأ تكتب الجنيه مقبل الروبل الجنيه مقبل البر الأسيوبي كده هي الفكرة أيما على إيه إن أنا كدولة بس بتعامل مثلا مع دولة وليكن زي الصين الميزان التجايب بيننا وبينهم تقريبا في حدود 13 مليار هم بيصدروا لي بـ 11 و شوية وأنا بصدر لهم بحوالي 1 و 8 من 10 أو 2 مليار طب أنا ممكن اللي 2 مليار بتوعي مقابل اللي 2 من عندهم يوازي يبقى بعملة محلية تمام طب التسعة لأ هو هيخدهم بالدولار أو بالدهب أو أنا وظيفتي إن أنا أزود التعامل أو صادراتي لهذه الدول وده يأتي للواجب بتاعنا إن إحنا علينا شغل كتير خلال الفترة القادمة يعني إحنا لازم يكون عندنا الفترة القادمة فكرة إن أنا هحقق مكاسب آه أنت هحقق مكاسب في توتين تكنوجيا إحنا ما ننساش إن مصر انضمامها للبركسي ممكن أحد أسبابها مش عملية إن أنا عندي تعداد سوكين كبير آه طبعا 120 مليون مواطن لكن على الأقل أنا عندي مركز للغاز الطبيعي على مستوى شرق البحر المتوسط وعندي قناة السويس وده ضمن مبادرة الحزام والطريق اللي بترتبناها الصين وعايزة تزود وتعمق التجارة الخارجية الخاصة بيها ودي أحد الركائز الأسسية أيضا علاقة مصر بأفريقا الاتفاقيات التبادلية اللي مصر موقعها بالضبط دي مهمة أشتغل عليها إن أنا أناميها وزود صادراتي لأن أنا عندي الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية زادت مع الدول دي يعني إحنا بنتكلم في 46 مليار دولار حتى هذه اللحظة أنا محتاج بعد بقى الرسوم الجمهوركية اللي هتشالي بعد الضغائب اللي هتشالي بعد الحواجز مش موجودة إن أنا يبقى في أسواق مفتوحة متبادلة أنا علاية همرت طبعا طبعا